حصل تطبيق صور جوجل تحديداً على تحديث جديد لمستخدمي iOS فقط ومعه أضاف محرر فيديو محدث مع العديد من الميزات الجديدة واللي من أبرزها القدرة على قص المقاطع أو قص الفيديو إضافة عوامل تصفية أيضاً الاقتصاص أو هو التريم أو إجراء تعديلات على الفيديو بدوره رح تعمل هاي خيارات محرر الفيديو الجديدة بشكل مشابه لأدوات تحرير الصور اللي أردي موجودة على صور جوجل وما عليك سوى نقر على زر التعديل أو الإدتينج عند معاينة مقطع الفيديو ورح يتم نقلك إلى المحرر الجديد اللي بيضيف عدة علامات تبويب جديدة ورح تلاحظ أنه هناك مجموعة متنوعة أيضاً وجديدة من الفلاتر رح تكون موجودة بما في ذلك رح يكون فلتر التحرير التلقائي أو الأوتو اللي رح يعدل الفيديو بذكاء وأوتوماتيكلي من دون أي تدخل من طرفك أما فيما يتعلق بعناصر التحكم في الضبط اليدوي فرح يكون في عندكم ياها مقسمة إلى قائمة ورح تتضمن خيارات عديدة منها مثلاً التعرض، التباين، موازنة اللون الأبيض أو حتى الشادو والظلال وحتى ضبط دفء الألوان وأكثر من هاي الخصائص أيضاً بكثير مو بس هيك بل أضاف التحديث الجديد مجموعة من الخيارات المتنوعة لقائمة القص والتي من المفترض أنها تساعد عند تحويل الفيديو لمشاركته أيضاً على منصات الوسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها رح يكون إنستجرام مع وجود أيضاً خيارات القص اليدوي أو الترم وهي الميزات مشابهة للميزات اللي تمت رؤيتها في المحرر المعاد تطويره لنظام أندرويد أيضاً المنتظر الإعلان عنه وبما أنه جوجل أتاحته على iOS مباشرة فمن المحتمل أيضاً أنه رح يكون ورح نشوفه على أندرويد بوقت قريب أيضاً